صباح الخير كتير مننا بيعتقد أن الأخبار الكاذبة أو المضللة بترتبط بشكل أساسي بالأخبار السياسية فقط هالشي بيخلي الكتير مننا يؤع بالفخ ويسادوا أي أخبار عم تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى ببعض وسائل الإعلام سواء بمجال الصحة، الدين، التاريخ، الرياضة وكتير من المجالات الأمر يلي دفعنا نحن اليوم نترافق سواء بفقرة جيدة بعنوان تأكد معروزنا بتعاون أكيد مع منصة تأكد لنستعرض كل يوم تنين الساعة 11.10 بتوقيت سوريا وتوقيت تركيا مجموعة من الأخبار الكاذبة المزيفة أو المضللة اللي بتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما ذكرنا ويلي أكيد أثبتت منصة تأكد تزييف هاي الأخبار وحاولت توصلنا الخبر بصورته الصحيحة لنحكي أكتر عن آلية منصة تأكد لتحقق من الأخبار وأيضا لنتعرف نحن كأفراد نقدر نعرف كيف فينا نتحقق من صحة الخبر إذا مزيف أما حقيقي رح نتناول مباشرة وبحلقة اليوم كتير من الأخبار اللي رافقت يمكن فترة المونديال لكأس العالم ورح نستعرض سوى بعض الأخبار الكاذبة يلي مثل ما ذكرنا تم تداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وأكيد بيسعدني يكون ضيف حلقتنا لليوم الأستاذ أحمد بريم ومؤسس منصة تأكد صباح الخير أستاذ وأهلا وسهلا فيك على هوارادي روزانا صباح الخير أسماء صباح الخير إلي كل جميع الزملاء بروزانا وأكيد لجميع مستمعيكم مشاهدين الحلقة على صفحاتكم ومواقع التواصل الاجتماعي أهلا وسهلا فيك ويعطيك ألف عافية وكتير مهم أنه نوها أنه الفقرة مسجلة بداية أن أستاذ أحمد إذا نفوت مباشرة بالتفاصيل كتير من الأشخاص ذكرنا أو رواد مواقع التواصل الاجتماعي ذكروا كتير أخبار رافقت المونديال يمكن بداية كان فيه معنى تصريح منسوب للاعب المنتخب الألماني السابق مايكل بالك بيزعم أنه هو قال كيف نريد الفوز بكأس العالم للرجال ونحن منذ أن بدأت البطولة نندعم قضية لا تموت للرجال بصلة فحضرتكم يعني من خلال منصتكم أنتوا حاولتوا من خلال منصة تتأكد أنه تسبتوا كذب هذا الخبر وتحطونا بصورة الواقع أكتر تقولوا لنا أنه لا هذا الخبر ما نوص صحيح أبدا فشو هي الآلية التي تعاملتم معها حتى تتحققوا صحة الخبر لو تخبرنا أكثر تفاصيل وشو الخبر كيف إيجابي الضبط بطبيعة الحال هذا الخبر انتشر بشكل كثير فيروسي على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا بعد خروج منتخب الألماني من نهايات كأس العالم بعد إقصاءه من البطولة خرج هذا التصريح لأنه كان منتخب الألماني هو يمكن المنتخب الوحيد يلي قام بحركة احتجاجية على حركة الكل التي صارت دا والصورته هي حركة وضع اللاعبين يديهم على أفهمهم بمباراتهم الفتاحية بالبطولة تعبيرا عن أو احتجاجا على سياسة القمع اللي بحسب وجهة نظره وبحسب تعبيره اللاعب التبع على الفيفا من خلال منع رفع الأعلام مجتمع علمي أو أعلام المثليين خلال البطولة فلهذا السبب تم تداول هذا التصريح طبعا التصريح هو بالأساس عارن عن صحة ولم يأتي أبدا على ذكره اللاعب مايكل بلك سواء كان فيه على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال ظهوره الأخير اللي عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم أريد التحقق هي ببساطة كان فيه مرفق مع هذا الادعاء لقطة شاشة وأحيانا بعض المصادر نشرت فيديو بيظهر مايكل بلك عم تحدث باللغة الألمانية خلال مداخلة أو مقابلة بستيديو تحليلي بإحدى القنوات الرياضية الألمانية أعرضنا هذا الفيديو كامل قدرنا نوصل للتسجيل كامل للحلقة اللي ظهر فيها مايكل بلك وتم مراجعتها من قبل شخص يتقن اللغة الألمانية وأكدوا أن مايكل بلك لم يأتي على ذكر هذا التصريح نهائيا شكرا لألك كمان أستاذ أحمد رح رح مباشرة للخبر التالي اللي معنا اللي هو كمان بالسياق الموديع اللي عم يكون أنه تم تداول تسجيل مصور بيظهر رشق البرازيليين للحافلة اللي كانت عم تنقل منتخبهم بعد إقصائهم من الدورة ربع النهائي بطولة كأس العالم بقطر عام 2022 وبعدين منصتكم بيّنت أنه التسجيل قديم وأن الحافلة ما كانت عم تنقل أساساً للمنتخب البرازيلي كمان لو نحكي شوي عن الخبر أكتر تفاصيل هذا الخبر وشو الآلية اللي تحققتوا فيها بالحقيقة هذا الخبر هو انتشر كمان بالتزامن أو بعد خروج المنتخب أو إقصاء المنتخب البرازيليين بطولة كأس العالم هذا الفيديو انتشر كمان على مواقع التواصل الاجتماعي إذا بتلاحظي معظم هاي الأخبار اللي عم يتم تداوله عم بيكون مصدر رئيسي إلى أو الحاضن الرئيسي إلى هي مواقع التواصل الاجتماعي فهن ضروري نتوح لجميع المستمعين والمشاهدين أنه أي خبر بتشوفوه على مواقع التواصل الاجتماعي ما تسدقوا ولا تأمنوا فيه ودائما شكوا في كل الأخبار اللي بتشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي مهما كان مصدرها فبنرجع على هذا الخبر أو هذا الفيديو في الحقيقة هذا الفيديو ما كان هذا أول انتشار إلو يلي فاجان أنه الفيديو نفسه انتشر بالعام الفيوب 18 كمان عقب خروج المنتخب ببرازيليين بطولة كأس العام الفيوب 18 اللي كانت عم تقام بروسيا على ما أعتقد في تلك الفترة بسياق مشابه وللأسف يعني تضح أنه حتى في مواقع مؤسسات إعلامية كبيرة حتى بهذا الادعاء أنه رشق حافلة المنتخب برازيلي بعد خروجهم من كأس العالم طبعا بعملية التدقيق و باستخدام أدوات تقنية مفتوحة المصدر اللي هي أحدها البحث العكسي اللي بتوفره معظم محركات البحث من خلال اقتطاع لقطة شيء من هذا الفيديو تبين أن الفيديو منشور قبل حتى خروج المنتخب ببرازيلي أو قبل بداية بطولة كأس العام الفيوب 18 اللي صارت بروسيا ويبحث أكثر تبين أن هذا الفيديو كان عبارة عن مهاجمة أو اعتراض عدد من البرازيليين لحافلة أو لموكب كان يظن أو يعتقد أنه فيه موكب الرئيس السابق لولا دا سيلفا البرازيلي اللي كان متهم بالفساد في تلك الفترة وتبيض الأموال وتم مهاجمته أو تم اعتداء على الحافلة برشقه بالبيض بحركة احتجاجية من قبل المحتجين ما بعرف ليش دائما أخبار الرياضة بتكون معنية أكثر بالشائعات اللي بتصير أو بالأخبار المزيفة اللي بنسمعها حتى بخبرنا الأخير لليوم أستاذ أحمد كمان بذات الصياق كمان مواقع التواصل الاجتماعي وحتى الصفحات الأخبارية داولت ادعاء بيقول أنه حارس المنتخب المغربي ياسين بونو رفض الحديث بغير اللغة العربية بالمؤتمر الصحفي اللي عقد بعد مباراة المغرب والبرتوال فكانوا كاتبين أنه عم يقول ليست مشكلتي أنكم لم تحضروا مترجمين لكم بس بعدين منصتكم تأكدت أنه التصريح هو أديم وما كان خلال مونديار قطر لعام 2022 بالضبط التصريح حقيقة هو كان يعود لفترة سابقة لما كان المنتخب المغربي بيشارك بأحدى البطولات الأفريقية تحدث حقيقة بالفعل ذكر ياسين بونو هذا التصريح لكن في بطولة كأس العالم وحتى تحديدا بعد بمباراته الأخيرة اللي أشير أو اللي يدعي أن هذا التصريح قالوا فيه ظهر ياسين بونو وتحدث مو خلال مؤتمر الصحفي ولكن خلال صريحات أخرى لوسائل إعلامية تحدث باللغة الأجنبية أو باللغة الإنجليزية بالتالي الخبر هذا أحد أنواع التضليل اللي نحن نسميه خارج السياق استخدام المعلومات الحقيقية أو الصحيحة القديمة لكن بسياق آخر تندرج تحت بند أو تحت تصنيف نحن نسميه تداوم معلومات خارج السياقة اللي هو كمان نوع من أنواع التضليل فبالتالي الخبر مثل ما ذكرتي غير صحيح وكان لابمية الإشارة لأنه هو خبر مضلل نصيحة أخيرة منك أستاذ أحمد يعني نحن اليوم كأفراد كيف فينا نقدر نتأكد أو نتحقق من صحة الأخبار نحن بكل أسبوع يوم التنين بنهاية كل الفقرة حن نعطي نصيحة واحدة فشو نصيحتك لليوم بأول حلقة؟ وأكيد كل عام أنت بقى في خير كل عام أنت بقى في خير وشكراً كثيراً على الاستضافة الجميلة وبتمنى لكم سنة خير وسلامة ومحبة لكم ولجميع المستمعين وجميع السوريين بكل أنحاء العالم الآن فيما يتعلق بالنصيحة نحن دائماً في عنا مثل بالمنطقة منقوله أو منسمعه من ربينا عليه اللي هو درهم ويقاية خير من قنطار علاج فنحن بند نسبة إلى التحقق من المعلومات منقول الشك هو سلاحك أو خيروني حصنك المنيع لتجنب الوقت في خطط لي فأي خبر بتقرأه مهما كان مصدره شكوا فيه وبحثوا عن مصادر أخرى لحتى تعملوا التقاطع بهذه الأخبار أكيد إن شاء الله في فقرات أخرى بقواة تانية نحكي أكثر عن ألي التقاطع عن مصادر والتحقق منها من أكثر من مصدر لكن الشك هو دائماً الخطوة الأولى أو حصن الأول للدفاع أو بحماية الشخص من الوقوف في خطط لي شكراً لألك كثير أستاذ أحمد ويريم ومؤسس منصة التأكد وأكيد بالحلقات القادمة خلال شهراً رح نتابع أكثر بالأخبار يلي أنتو عم تتأكدوا منا يعطيك ألف عافية شكراً لحضورك أهلاً وسهلاً فيك شكراً لك تحياتي تحياتي شكراً للمشاهدة